ولذلك يقول لك خواتيم صورة الحشر دي ثلاث آيات من قرأهم في الصباح ومات كان من أهل الجنة اللي قرأهم في المساء ويموت يبقى من أهل الجنة يبقى تعلم أن أنت كل يوم الصبح تقرأهم بس ما تجي بقى عند الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور تعرف أن دول مظاهر الوجود كله ماشي على الثلاث أسماء دول أنت نفسك ماشي بهذه الأسماء إيجاد الشيء من عدم إيجاد الشيء من الليه ده الكن البارئ استخلاصه من العدم إلى الوجود طلع شيء من شيء المصور فيكون الخالق البارئ المصور أنا إيه مظاهر تجل الأسماء دي علي أنا قبل الوجود خالص كنت عدم فقال كن فخلق فإذا سويته ونفخت فيه إيه من روحي يبقى ده خالق سويته خالق نفخت فيه من روحي بارئ بارئ فقعوا له ساجدين لما خدوا الصورة بقى مصور الله خلق الأرض وبرأ منها الإنسان وصوره في صورة الخليفة فالإنسان مجلت ثلاث أسماء الخالق البارئ المصور أحب يوجدك بقى خالق طب طلعني من بطن أمي بقى بارئ وعطاني صورة بقى مصور يبقى وانا لسه في عالم الحكم ما تخلقتش كنت في كن كان في مشيئة الله لسه مشيئة لسه ما اصدرلاش ربنا الأمر فأراد الله أن يخرجني من دائرة الحكم إلى دائرة الأمر إلى عالم الأمر فقال كن فبرأني من العدم إلى الوجود بقى بارئ بقى أمر بقى بقى كن فيوم الميلاد بقى أعطاني صورة بالمصور فكنت بقيت فيكون فهمنا كل عوالم الدنيا كده يثبت ذلك وانت بتتمع عن صورة يسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له موجودة فيكون أن يقول له كن فيكون يقابل الخالق البارئ المصور اسم أحمد يقابل اسم الله الخالق لأنه كان أحمد في الأزل في عالم الكن العالم الغيب بعدين رخ ربنا قال لكون محمد فكان محمد فلما صوره كان محمود يبقى أحمد يقابل اسم الله الخالق محمد يقابل اسم الله البارئ محمود يقابل اسم الله المصور فهمنا فقل سبحان من أنشى وصور وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء هم ما عرفوا كفروا به يقصد يهود المدينة تخيلوا هذا الغباء يا أخونا تبقى الحكاية بتاع يهود المدينة دول انتو عارفين السيدة صفية مرت سيدنا النبي صفية بنته حيائي بن الأخطب حيائي بن الأخطب ده كان كبير بني النظير وراهبهم وعابدهم توصيين بوصية نبوية ان تستنوا هنا لما يجي آخر الزمان وكل واحد فيكم هو بيصلي يتصرد عليه ويسلم عليه ويصلي عليه ولما يتولد ما يموت يوصي ابنه ان يستنى نبيه آخر الزمان وكانوا يطلعوا الحروب لما أي حد يعمل إغارة على المدينة يطلعوا يحربوه بسلاح عجيب جدا كانوا بيحربوا ازاي كانوا يطلعوا يرفعوا رأيتهم ويقولوا اللهم إننا نستنصرك ونستفتحك بنبيه آخر الزمان إلا نصرتنا فلم يهزمهم أحد وما فيش حد عرف يحتل المدينة وهم موجودين فيها وكان سلاحهم ايه محمد فلما جاء هم عرفوا وكفروا به وهذه الآية يا عباد الله تثبت غاية الإثبات من فاهم تفسيرا أن التوسل به صلى الله عليه وسلم قبل مولده كان جائزا كما ينكر علينا البعض بأن التوسل به بعد موته حرام أقول وكيف هو القرآن قد أجاز التوسل به من غير ما يكون موجود أصلا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما جاءهم بقى سيدنا النبي أديهود المدينة السيدة صفية بتحكي للنبي بتقول له لما دخل النبي المدينة بتقول سمعته عمي وأبي بيجيين من بره الاتنين يوم دخل النبي المدينة مستشطين غضبا فأغلق الباب فوقفت عند الباب أسمع وقال عمي يا حيي أهو هو قل قال هو هو قال وماذا تنوي قال عداوته ما بقيت عند عند وذلك ربنا قال له إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هم مش كرهينك هم مش مكذبينك هم أكتر نسعر في أنك نبي بس الظالمين مستقترين النبوة تكون عندك مستقترين على بشريتك الخصوصية مستقترين عطاء الله عليه يبقى الحسد هم والعنصرية أودت بكثير من الناس إلى الضلال مع معرفتهم الحق وما كانوش بيهزموا أبدا ليه كانوا بيتوسلوا بالنبي عشان نعرف إزاي ننتصر ومن أين يأتي النصر لما جي من عنصر غير العنصر كفر ما أنا لسه بقول إيه الحسد مع العنصرية هم أساس الكفر في الوجود الحسد والعنصرية والشيطان لما كفر قاله لما عصى ربنا قاله أنا أنا خير منه خلقت من نار وخلقته من طين ها هذه العنصرية اللي أودت بيه إليه والكبر الحسد ما هو إبليس استكتر على الطين أنها تكون منورة استكتر على الإنسان يكون خليفة الله ونسي أن هذا مراد الله فيه عشكال إمام الشفعي قل للذي يحسدني أتدري على من أسأت الأدب أنت اللي بتحسد أنت بيش عارف أنت أسأت الأدب في حق مين في حق ربنا أسأت الأدب في حق الذي وهب اللي تجلب الموهبة على عباده أنت بيش عارف إيه بيش عارف أنه ربنا اللي اختاره ولذلك ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أن كنت أنت